بس كمهتم بالسياسة حتى دكتور حاتم وعيلتك مهتم بالسياسة بس أنا لما دخلت لقيت ان في حاجات بتتقال برة ملاش اي علاقة باللي بيحصل جوه نعم واخد بالك طيب ما كنتش راصد الوزارة اللي فيها مئات الالاف دي ما كنتش راصد ان فيها ترهل وان فيها فساد متراكم وان فيها عدم تطور حقيقي مع الزمن أنا كنت شاهد على معاناتك في هذه الفساد ده قضية مع البشرية نعم من بداية البشرية انه يحصل طبعا ما حدش بيقى بالبي ما فيش بنيادة ميقى بالبي بس الاخطر بقى الاخطر انك تتام بالفساد وانت امين ايه طبعا اللي بالك اختيال السمع ده ده بيحصل كل يوم دلوقتي اه يعني اختيال السمع ده شيء خطير جدا فكلمة الفساد دي لازم يعني في الاعلام بالذات لما نستخدمها نبقى حرسين جدا نعم جدا لانه ما يكون واحد فسد لها معيار ممكن يبقى فسد فكريا نعم فيه فساد ده كلمة كبيرة قوي واحدودها يعني لو كنا هنتكلم فيها لازم نعرفها صحيح ايه فانا انا ما اقدرش احكم ان كان فيه فساد ولا لأ يعني ما كنتش قادر تحكم على وزارة الصحة كان فيها فساد ولا لأ اه اثناء وجودك فيها بص سؤال صعب جدا لانه انا اشتغلت مع ناس كتير في الوزارة محترمين جدا اكيد وناس كانوا بيموتوا نفسهم ليلو نهار وقولوهم يعني طبعا كتير منهم ازا حد منهم شافني النهاردة يعني انا باعترف مجهودهم اسموهم الجنود المجهولين ليه بقى لانه ما حدش عمره اظهر يعني كل اللي بنتكلم عليه يجوز واحد سرق حاجة بتاعه وده هيحصل هيحصل النهاردة ويحصل بقرة لكن احنا عندنا اجهزة رقابية سواء الرقابة الادارية سواء ما باحث اموال عامة او ما باحث بصفة عامة او سواء الجهاز المركزي المحاسبات او عندنا وسائل ولازم هيبقى فيه ناس بتغلط لكن احنا ليه ما نتكلمش على الناس اللي بتعمل شغل كويس احنا النهاردة عندنا حاجات كتيرة جدا 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 حققتها وزارة الصحة طبعا الحكومة يعني انا بتكلم على الحكومة سواء الحكومة السابقة او الحكومة الحالية او بتاع طبعا ده ما بتحققش غير له فيه دعم سياسي دعم سياسي جاي منين جاي من قيادة العليا رئيس الجمهورية نعم هو بفكرة هو بيعمل ازاي ما رئيس سيسي حاليا حط فكره على على لا يا رئي على فيروس سي انا بدأ انت بتشوف اني ده انجاز يا دكتور انجاز عهيب انا انا اول واحد اه توليت او حربت فيروس سي بان انشاءت اللجنة القومية نعم وبعدين كان ايميها فيه الانترفيرون كان الكورس بـ 52 الف جنيه نزلناها الى 1300 جنيه والحقيقة اللجنة القومية دي يعني من عظماء الطب في مصر عشان نتكلم عن الاجيبيات شوي نعم يعني الناس بلس ان وقتها الحكومة اه ادتني دعم ان احنا نفتح التسعة وعشرين مركز في التسعة وعشرين محافظة اللي هما اصبحوا النهاردة محوريين في استخدام السفالتي لما جيه في 2011 صدفة اوكي هنا بقى الانية السياسية لما يجي رئيس الجمهورية يقول هنعالج كل الناس اللي عندها فيروس سي الدولة بتمشي على طول فانت النهاردة بتعالج خمسة مليون بني ادم قصة العالم كله بيتكلم عنها طب مين اللي نفس دي ده كترة ده كترة ومواردات مش مش يعني فين دولة محدش دوم نشان ولا حد يعرف عنهم اي حاج انسى دي عندك مثلا انا كنت بابص كده في الاحصائيات اخيرا معلش اذا استخدمت الورقة لا تفضل احنا بابص على وفيات الاطفال مثلا في من من وقت الولادة لعمر سنة سنة الفين كانوا سبعة وعشرين طفل بيتوفوا من كل الف ولادة سنة الفين سنة عشرين الفين وعشرين انا بكلمك لحصيات منظم صحة العالمية نزلت من سبعة وعشرين لسبعتاشر طب هو مين عمل ده مش برامج التطعيمات ورعاية الامومة والطفولة ومراكز رعاية الامومة والطفولة مش كل ده طب مين اللي عمله مش ده دكتور موجود في واحدة صحية او ممرضة موجودة في واحدة صحية تا حضرتك خدتني من الفساد لزوجة رؤية مختلفة طبعا لازم لازم ابص كده انا مش ممكن طول النهار اتكلم على السلبيات لازم اتكلم على الايجيبيات اتكلمك على حاجة تانية وفيات الاطفال تحت سن خمس سنين سنة الفين كانت ستة وثلاثين وتسعة من عشرة في كل الف ولادة سنة آآ عشرين بقت عشرين نزلت يعني نزلت تقريبا النص تاني حاجة عظيمة جدا وفيات الامهات في كل آآ 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 ألف ولادة نعم كانت آآ 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 وفيات الغلت يبقى سبعة وتلاتين عاز اقولك ان دي دي كانت سنة اتنين وخمسين تقريبا ربعمية ربعمية آآ سنة الصور على ما الصور قامت في اتنين وخمسين كانت ربعمائة وفيات في الألف الغلت آآ آآ أوكي يعني آآ عندنا بقى حاجة آآ كويس ان حضرتك فتحت المواضيع دي متعلقة بالدكاترة دي إحصائية الحقيقة أنا فجأت بيها ولازم الدولة يعني تعطيها نظرة جدة عدد الأطباء لكل عشر تلاف مواطن إيه يا فندم تاني؟ عدد الأطباء اللي بيخدموا عشر تلاف مواطن سنة ألفين سنة ألفين كانوا واحد وعشرين طبيب لعشر تلاف لعشر تلاف اللي هو اتنين في الألف اي تخيل إنه سنة عشرين بقوا تمانية نزلوا نزلوا التعداد زاد؟ التعداد الرقم ده أنا جايبه من منظمة الصحة العالمية اللي هي مجموعة شهر يعني هنا عندنا تمام أطباء لكل عشر تلاف مواطن لكل عشر تلاف النهاردة الدكاترة بيهاجروا ما بيعدوش ليه؟ لأنه مش مش شايفين إنه هم يعني النهاردة عندك سبعمائة شهيد سبعمائة شهيد راحوا في الكورونا من الأطباء النهاردة الدكاترة اللي هما صاروا في مصر الغالية جدا في الدول العربية وفي أفريقيا أنا رحت رواندا لقيت أهم دكتور في رواندا مصري أمراض نسة أولادها دكتور مصري قاعد في كيجالي وراجل ما شاء الله عليه فالنهاردة أن يكون كان عندي واحد وعشرين وتمانية من عشر طبيب لكل عشر تلاف مواطن اللي هو كان اتنين في الألف أي دلوقتي يبقى تمانية في الألف في الألف حد يصدق تمن دكاترة لكل عشر تلاف فدل واحد وعشرين دكتور لكل عشر تلاف ده معناه إنه ده بنخسر إحنا بنخرج عدد لكن الأعداد دي أمتعودش في البلد طب أنا هربط ده بالجزء التاني من الحوار فضل لأنه هيبقى مرتبط معنا أو فيه أي أرقام حدرتك لا فيه أرقام تانية عندك التمريد كان تمانية وعشرين واربعة من عشر سنة ألفين لكل عشر تلاف لا دلوقتي يبقى خمسة وخمسة طب الدراب حصل فين بقى فين الفين وحد عشر زين اه هو بقى اللي حصل لما البلد فقدت الاستقرار بتاعها اه دي نقطة مهمة جدا في الإحصاء يعني أنت في ألفين وحد عشر نزلوا من تمانية وعشرين وتلاتة لأحد عشر وتلاتة من عشر ده رقم مهول في سنة واحدة انت شايف إن ألفين وحد عشر دي كانت وابالة على مصر اه طبع بتكرهها بتكره هذا لعب مش بكرهها بس يعني يعني مصر متستحقش كده مصر متستحقش كده